مرحبا بكم أصدقائي مع تحليل أحداث مسلسل الأسيرة وقبل أن أبدأ الفيديو فضلا منكم لا تنسوا التشجيع بلايك قلب أرهون سيتوقف أثناء الجراحة ولكن أرهون سيستمر في الكفاح من أجل الحياة ستكون عملية أرهون محفوفة بالمخاطر لأن الرصاصة أصيبت في قلب أرهون قلت لكم من قبل على أن نبضات القلب ستكون من إصابة أرهون حيرة سوف تأتي إلى باب غرفة أرهون حالة أرهون ستبقى لفترة من الوقت في خطر ولكن كما قلت لكم بالأمس على أن حيرة لن تسلم من لسان عفيفة ستلوم حيرة على كل شيء عفيفة ستتهجم على حيرة لكي تصفعها مثل كل مرة عندما أرى هذا التصرف من أم لزوجة ابنها أتأسف على حيرة وعلى الكثير من الفتيات اللواتي وعانونة في صمت وبالخصوص الذين ليس لهم عائلة ولكن يفوز سيقف بين عفيفة وحيرة وسيمنع عفيفة من فعل شيء لحيرة المسكينة سوف تضردها من المستشفى ولكن هيرة مع ذلك لن تترك المستشفى فهذا لن يخدم القصة فكاتب السيناريو لن يبعد هيرة عن أرهون إيفا التي لا تستحق بقاءها في المستشفى تريد من هيرة بكل وقاحة أن تترك أرهون وتحاول طردها كذلك ولكن هيرة سوف تعطي الإجابة اللذمة لإيفا وستقول لها أنها لم تغادر أرهون أبدا وأيضا كاتب السيناريو أرد أن يبين لنا أن هيرة فعلا ليست وحيدة بدون أرهون لها أخ ولكن هل نوشة ستقول الحقيقة فعلا أنا لا أعتقد أنها ستقول لهم شيء ولكن ربما قد يحاول كاتب السيناريو فتح هذا الشيء لاحقا عندما تتصلح العلاقة بين أرهون وحيرة وسيستمر قلب حيرة في الألم في كل دقيقة يقضيها أرهون في العناية المركزة حيرة متعبة وضعيفة ولكن قلبها سيستمر في النبض من أجل أرهون وحب هيرة سيعيد أرهون للحياة وسيكون كينان هو السند القوي وسيقول لها أن إذا كان أرهون بصحة جيدة فلن يريد أن يراكي تعاني سيواسي هيرة ويقف بجانبها مع نورشاه ومن يسألني كيف تعلم نورشاه بأخوة كينان وحيرة نورشاه عندما كانت في منزل أخت كينان وصلات شاهدت صورة هيرة وهي صغيرة وعالمت من وصلات كل الحقيقة وحبيت أقول للبنات اللي بتسأل عن عدم ظهور الحلقات أنا لا أعلم أسر الحقيقي ولكن يبدو أن بعض المسلسلات محضورة من بعض الدول وبالعراق كذلك ولكن ممكن أنكم تحملوا برنامج VPN ومن خلاله ممكن تشاهدوا المسلسلات وكان هذا هو الفيديو فضلا منكم أصدقائي لا تنسوني بتشجيعي بلايك على الفيديوهات وشكرا لكم